صفيانة رزقي كهيت مدير بالإتحاد الجيهة والفلاحة والسادة البحرية بباجة الأمطار الأخيرة اللي استبشوا بها الفلاحة هي أمطار إن شاء الله نقوله في المجمل اللي يكون معناها نافعة خاصة في شمال الولاية وين معناها الحبوب مازالت خضراء ومازالت تصحقل شوي أمطاع نحن اليوم في عشرة ماية أو شكل على نهاية الموسم خاصة في جنوب الولاية معناها نقول الحبوب بلغت النضج الفيزيولوجي ما عاش نصحق أمطار ونأجي من أثر عليها سلبا خاصة لسابة متاع القرد بقينا بقيت الزراعة الأخرى على غرار الزيتين الأشجار المثل بصفة عامة كم نعرف الحمص الفول عبادة الشمس هذا ما كل مازال يصحقه أمطار فهمتني ونأكد لك اللي في منافية شمال الولاية كيف تزورها تشوف برشة مساحات متاع حبوب مازالت خضراء بتصحق الأمطار وإن شاء الله تحسن في المرضو دي متاع اشتركوا في القناة